موسم صيف جديد على الشركة العامة للكهرباء أن تشتازه بنجاح دون أن يقهرها غضب المواطنين الذين ترفع حرارة هذا الفصل من لهيب غضبهم تجاه الجهات المسؤولة بالدولة والذي لن تتوقف تداعياته على إدارة الشركة وحسب بل سيتعداها إلى جهات أخرى إظلام تام، انقطاع متكرر، وقفات احتجاجية مظاهرات منددة، استنكار واسع على منصات التواصل درجات حرارة عالية، تبرير وإعلان واعتداء عدم تجاوب وفتح بالقوة كلها ألفاظ مكررة تقابلك كل يوم وحين مردها الكهرباء وعمل الشركة والفساد يبقى هو السبب في عدم وجود حل لهذه المشكلة بحسب شعارات بعض المتظاهرين أو الفشل في إدارة الأزمة وفق بعضهم الآخر المتظاهرون يقولون إن مشكلة الفساد المستشري في وزارة الدولة ومؤسساتها من أهم أسباب فشل مشاريع التنمية والخدمات في ليبيا وفي مقدمتها قطاع الطاقة وما لم تتخذ حكومة الوفاق إجراءات رادعة بحق الفسدين في شركة الكهرباء فإن هذا القطاع لن يشهد أي تحسن مشكلة متجددة هي ليست وليدة اليوم واللحظة قد تكون الحروب هي من زادت حدتها وأوضحت تجليات إشكالياتها بيد أنها مشكلة قائمة لم تنجح إدارة الشركة العامة والتنفيذية في حلحلتها ولا حتى التقليل من حدة تابعاتها محطات عدة لتوليد الكهرباء في ليبيا تتوزع شرقا وغربا وجنوبا بيد أنها تواجه تحديات فنية إلى جانب الاعتداءات المتكررة من بعض الخارجين عن القانون في غرب ليبيا تعد محطة غرب طرابولس البخارية شبه متوقفة وهي إحدى المحطات العملاقة بقيمة إنتاجية تصل في الأساس إلى 600 ميجاوات إلا أنها تعمل بعشرة بالمئة فقط من طاقتها ومرد ذلك إلى أن بها أربع توربينات كل واحدة منها بسعة 25 ميجاوات لكن لا يمكن تشغيل التوربينات الأربع في الوقت ذاته وتعمل المحطة بتوربيناتين فقط وهناك محطة جنوب طرابولس تلك التي تضم سبع توربينات ثلاث منها متوقفة نظرا لإشكالية القمامة المتراكمة أما محطة الزاوية التي تضم ستة توربينات غازية إحداها متوقفة بسبب عدم وجود الراوتر في حين لا تعمل توربينات غازية أخرى بسبب حاجتها للزيت كما تضم محطة الزاوية ثلاثة توربينات بخارية جميعها متوقفة عن العمل حاليا محطة الرويس هي الأخرى تضم ستة توربينات لتوليد الطاقة ولكن المحطة لا تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية نتيجة تهالك خطوط نقل الطاقة إليها وأغلبها مقطوعة منذ عام 2011 في حين أن محطة الخمس تضم أربع توربينات غازية وأربع بخارية وأدى انحراف المكبس إلى توقف عمل إحدى التوربينات فيما توقفت توربيناتان جديدتان بحمولة 250 ميجاوات عن العمل أما محطة مصراتة فتضم توربيناتين كبيرتين بحمولة 500 ميجاوات بالإضافة إلى توربينات بخارية إلا أنها تعمل حاليا بتوربيناتان واحدة فقط وبقدرة 250 ميجاوات فيما تفقد الوحدة البخارية ما قيمته 350 ميجاوات وهناك محطة الخليج في مدينة سيرت بها توربيناتان واحدة تنتج ما مقداره 325 ميجاوات وهي متوقفة نظرا لتضرر خطوط النقل شرق ليبيا يضم محطات زويتينة درن شمال بنغازي طبرق السرير وجدير بالذكر أن شبكة الكهربائية قد جرى فصلها بين المنطقتين الشرقية والغربية حين دخلت قوات حفتر لمدينة سيرت جنوبا حيث المنطقة المنسية ومشاكل المرض والوباء ولدغات العقارب هناك حيث الانقطاع في الكهرباء إذ أن بعض المناطق لا تصلها الطاقة حتى تنقطع يعانون مشاكل جسيمة وتوجد بالمنطقة محطة يتيمة طالما علقت الآمال عليها إلا أن الظروف حالت دون تشغيلها بالكامل والاستفادة من قدراتها محطة أوباري الغزية تضم أربع توربينات بحمولة ستمائة وخمسين ميجاوات إثنتان منها تعملان والأخريان متوقفتان حيث لا توجد في المحطة شبكة تصريف مياه ظروة الطلب على الكهرباء في ليبيا تفوق القدرات المتاحة للمحطات الحالية وهناك من يعالل هذه الاشكاليات بالضعف الشديد للبنية التحتية للكهرباء التي تفتقر إلى عناصر الإنتاج والنقل والتوزيع فشبكات النقل والتوزيع مهترئة وقديمة وإدارة القطاع يبدو أنها لا تملك جديداً وتقف عاجزة عن إيجاد الحلول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر